السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله سلام فيكم في انطباع منقى الهجوم على العمالقة الفصل اربعة وثمانين فصل اسطوري الخيار الصعب من جد كان خيار صعب على مهم قبل لنحرق على عشاق الانيمي اذا تمتابعين الانيمي الهجوم على العمالقة ترى باقي شي بسيط وبيرجع هجوم على العمالقة لا تستعجل تحرق على روحك سكر الفيديو لان افضل لك وخلونا نبدأ بدل فصله ليفاي قاعد يقول هاي انتو يتسوني اقصد ايرن وميكاسا مجانين تو تخلونا نضحي بحياة القائد اروين القائد قائد فرقة استطلعت ومنضحم بحياته ايرن مد يده ومسك الابرة فهنا خلاص ليفاي يعني عصب قال ايرن لا تخلي مشارك الشخصية تتحكم فيك يعني حبك الارمن يخليك تتحكم وتتخذ قرار خطأ لازم ننقذ القائد قائد فرقة الاستطلاع ايرن قاعد يرد عليه بنفس الفكرة يقول لا انتي ليفاي اللي مخلي مشارك تتحكم فيك قبل شو كنت موافق انك تعطيه ارمن شو اللي خلاك تتغير قال لا ليفاي اللي كنت افكر لو كان ايروين على قيد الحياة افضل نعطيه او يعني كان حاط في حساب انه محتمال ايرن نجا من الهجوم اللي مساعة ايرن قاعد يقول له هاي فلوك هذا اللي كان واحد الجنود اللي جاب ايروين تو وطالع الحين ما كان في امل تتوقع ان ايروين القائد لازل على قيد الحياة لو لانه ظهر فاجة كحين يد ليفاي اللي في هنا على طول بوف كذا بيده عطاه ذاك البوكس خلاه يدحرج الى نهاية المبنى اللي فوقه بغى يطيح من فوق المبنى لو نتمسك في اخر لحظة ايرن هنا على طول ما يكسف قدة عصابه وقفزت على ليفاي حطت السيف اللي رقبته ومسكت يده لاحظت انه ليفاي فعلا استنفذ كل قوته وطاقته في قتال العمالك اللي بره انت لك انت تتخيلنا قتل تقريبا كثر من عشرين او اربعين عملاق وكان في معركة بينه وبين العملاق المتوحش والكلب دخل عليه فاستهلك كل كل قوته والدمان تصب منه في حالته حالة يعني ما كان عنده القدرة ان يقاتل ميكسا اللي بكامل قوته حالية هنا بدأ الحوار اللي ها من ننقذ هل هو ايرن ولا ارمن يعني من الافضل للفرقة الاستطلاع منه امل فرقة الاستطلاع في الحياة والنجاح والاستمرارية طبعا هنا ليفاي يام شاف بعد ما فيه لامل ان يقاتل بدأ يحاول يتكلم مع ميكسا بعقلانية بالفكر يعني بيقنعها ميكسا شو ما بنقدر نقاتل هالعمالك المتوحشين بدون واحد شيطان ومتوحش مثل ايرون قائد فرقة الاستطلاع وحشي يعني ينتخذ قرارات مجنونة ما ينتخذ الا شيطان فعلا وفي المقابل ايرن بدأ يذكر محامد او محاسن او الخطط العبقرية اللي طلع بها ارمن كيف ان ارمن طلع بخطة ان ايرن يشيل الحصا ويسكر الفتحة اللي فتحوها العمالقة كيف ان ارمن قدر يصير اذكى من انا ويكشفها على حقيتها كيف ان ارمن قدر يطلع رينر من الجدار كيف ان ارمن طلع بخطة ان احنا تحرك في الليل يعني خطط عبقرية مجنونة تلعبها ارمن هل اللي فعلا انقذتهم في مواقف كثيرة وعديدة وخلتهم يصرون لهم يصرون حاليا ايرن قاعد يصرخ والدمان تطلع من ذاما اللي بينقذ العالم والبشرية مش القائد ايرون اللي بينقذ العالم والبشرية هو ارمن صاحب صديقي العبقري المخطط المجنون سباشي طبعا لو ضفنا لقوة العملاق يعني وكان يصرخ اليس هذا صحيح ميكاسا قاعد يكلم ميكاسا كل اللي قاعد يستعطف ميكاسا لان هي صاحبات القوة حاليا هي اللي ماسكي ليفاي وراسطها في الارض والسيف في يدها ما حد بيقدر يوقفها حاليا فلازم يقنعونها ميكاسا احنا القراصر في يد ميكاسا قامت ميكاسا تقول حق ليفاي عطني القطعة يعني بدون لا قتلك ما بي قتلك يعني وجاهنا على طول هذا الشخصي اللي اول مرة تطلع ما تسمى فيلب او نسي تسمى ثاني قاعد قبله شوي قام يكلم ميكاسا مو صحيح مو بس ارمن اللي ضحها وارمن اللي طلع على افكار العبقرية ذي كلها حد القاعد يفاي ضحها فينا كلنا ما بقى اي احد ورا الجدار معجزا انا نجيت ومعجزا القادرون اللي ازال على قيد الحياة بين الحياة والموت فانا كنت حتى ناوي اقتل كنت بطعنا معطي ضربة النهائية بس فكرت فيها لو لا قرار الشيطاني هللي ان يضحي فينا كلنا ونموت كلنا بدو خوف ولا كان حتى القائد ليفاي ما قدر يهزم وتصبح نحن في الموقف اللي احنا فيه حاليا ما كنا بنقدر نعيش العملاق المتوحش قتلهم كلهم وكان بقتل اكثر لو لا خطة القائد اروين العبقرية وتضحيتها المجنونة والقرار الشيطاني اللي طلع فيه طبعا في اللحظة اللي كان فيها بسميه فليب انا خلاص بيطعن القائد اروين بالسكينة شاف قدام عيون القائد ليفاي اللازال يقاتل العمالقة وقاعد يقتل كل من تبقم العمالقة في مطاردة العملاق المتوحش فوق الجدران فهينا شاف انه والله لازال عندنا فرصة نحن ننقذ القائد اروين لان القائد ليفاي عنده الابرة والقائد اروين بين الحياة والموت حاليا ما بعد يموت فشال على كاتسو طاربة لين لحق ليفاي حين فليب قاعد يقول خلاص انا سميتها فليب لا حد يناقشني قاعد يقول انا الشخص الشخص الوحيد اللي قادر على هزيمة العمالقة والشيطان وهذا هو قدامكم اروين ده شيطان قراراته شيطانية تفكيره شيطاني مجنون يعني مستعد يضحب نفسه وضحب اي احد بس عشان يفوز فقال يقول انا مهمتي في الحياة اني نجيت يعني على قائد الحياة وما جاني ولا شيء رغم ان الربع كلهم ماتوا الهدف اللي حيث من نجاتي اني انقذ القائد اروين فما سمي ايش عشان انقذوه هجم على ميكاسا ميكاسا رفعت السيف من على رقوبة ليفاي خلاص بتقطعها اللي هاجم عليها في اللحظة هذه هنجي دخلت من وراهم سكت ميكاسا وتلتها ثبتتها ما خلتها تهجم على فيلب وتقتله طبعا مو بس هنجي اللي جات جاء برضو جان وكوني وساشا كلهم وصلوا في نفس اللحظة ومن صرعين من شكل ارمن مو مصدقين شايفين ارمن قدام متفاحم مو مصدقين القرار الصعب اللي لازم يتخذونها لنقذ اروين قاد في القتل استطلاع ولا ارمن صاحبنا مو بعرفين شي يسوون محترين كله خافين هنجي قمت تتكلم كلام منطقي جدا ان احنا فعلا بنستمر الحكومة لورى الجدران الحكومة العسكرية والناس لورى الجدران يعتبرون اروين قائد فرقة الاستطلاع املهم الوحيدة شعار الامل لو فعلا مات ممكن احنا نموت معام يعني ما يدعموننا ما يدعمون فرقة الاستطلاع ما يثقون فينا كثير ما كانوا يثقون في اروين لانه حنقلت شغلات كبيرة لفرقة الاستطلاع وللجيش لدرجة انه قلب الحكومة على الحكومة ومسك الجيش الحكومة في اللحظة هذه مي كسا قامت قاتل تبي تتحرر تبي تنقذ ايرن قاعدة تبكي وتصارخ وهنجي تبتت وتقول لها مو بس انت الوحيدة اللي تبي تنقذين الناس عندش الا برضو كنت تبي انقذ الناس اللي عندي وجابوا فلاشباك شون انهم كانوا يهربون من انفجار برتلتو يعني كنت اقول انا اكيد ان هنجي نجت بطريقة انه وبخري خشت تحت شي في اللحظة هذه جابوا ان احد اتباع هنجي ضحى بنفسه ضرابها من وراء ورماها داخل بير بحيث ان الانفجار اللي جاء كلها قتل كل ربعها كل فرقاتها الا هي هنجي الوحيدة اللي نجت الله مجدت اصابة فجهة بفضل انها طاحت داخل البير وقت الانفجار وقدرت تطلع وتجي تساعدهم حاليا مجرد فلاشباك بسيط ورانا شي اللي صار مع هنجي وانهنات من اكل اصدقائها كلهم مات وود ترجع اي واحد منهم بس ما تقدر خلاص اللي مات مات في اللحظة هذه ميكا ستزين ما تقول خلاص اقرت بالامر الواقع استسلمت ازاي ما تقول جثت على رقمتين قامت تبكي خلاص يعني في اللحظة هذه ايرن وقف وقام يكلم ليفاي كلام قوي جدا ويقول له تعرف المحيط هذا الرجل كان عنده حلم طبعا في اللقطة هذي جابوا زي الفلاشباك ان ليفاي كان قاعد في وقت التدريب يمكن يدربهم ليفاي كان قاعد على الباب وراء الباب وارمين كان يكلم ايرن عن حلمه ويقول له ترانت ما انت مصدق بس طر البحر موجود بده اللي فيسترجع ذكريات حلم ارمين وبده يسترجع ذكريات حلم ايروين قاد في قدر استطلاع اللي هو البيسمنت واني بيعرف الحقيقة وكل ذا الكلام بده حتى يسترجع ذكريات عمه المجنون جاك ذا ربرا وشلسيت اسمه من يبداك رسمه حاليا مو بمهم وكلمة قوية قال له جاك عمه ان كل شخص الحياة ذي قاعد يقاتل لسبب معين فيه شي قاعد يدفع ان يسوي اشياء مجنونة لانه عنده حلم او طموح اي ان كان الدافع الممنى كل واحد منه عنده طموح وحلم انه يبيحققه كلام صراحة كبير وقوي جدا بعد ما يعني ايرن تعلق في رجل الليفاء وقاعد يترجع انقذ ارمين انقذ ارمين يعني قاعد يقاتل لاجل حياة صديقة صد جنا ايروين قائدي وكل هذا ولكن هو قاعد يشوف ان النجاة والقوة والشجاعة كلها في ارمين طبعا ايرن قاعد يسوي ذا كلها لان ارمين ضحب حياته عشان ينقذهم احترك جسمه بالكامل عشان ينقذهم والخطة اللي طلع فيها كانت جدا عبقرية بس هو حاس انه قصر انه يعني خذل ارمين وهذا الفرصة انه ينقذ وخصنا شاف الاحلم قدامنا الابر كانت بتروح الارمين وحنا بتنوخذ منها بتروح الاروين فما عادي همه ما قاعد يفكر انه ذا قائدي ولا لا قاعد يفكر بس ابي انقذ صديقي اللي ضح عشاني في الماشهد الاخير يوم فليب مسك ايرن وطار ابا وارن مات دي ادي كده وقاعد يطالع في ارمين جثت المحترقة يعني مع السلامة يا صاحبي انا صدقت خلاص قلت ارمين مات اتهم موضوع راح ارمين مع اللي فاي كان تعليقه يقول كل واحد منكم قاعد يتكلم زي البازرة عن احلام طفولة واحلام طفولة شكرا المبزرة يعني من قهر اللي انت تذكر كلام عامة زي ما قلت لكم قبل شوي ان كلام عامة كان يقول لكل واحد له طموحه هو اللي يشعل ناره هو اللي يخليه يستمر هو اللي يخليه يمضي مهما شيء يسوي اشياء مجنونة ما حد قد سواها يعني كلهما ارمين واروين كلهما ضحوا تضحية مجنونة عشان البشرية تستمر كلهما يستحقون انهم يرجعون جي ليفاي وحط الابر على يد ارون قائد فرقة نصطلع بس ترى الابر ما دخلت خلاص على واشك تدخل باللحظة هذه ارون رفع يده كذا بشكل سريع ردت فعلا لدرجة ان ليفاي ارتاع يعني شيء سعب شيء اللي صار اثر ان ارون في لحظة بين الحياة والموت قاعد يهلوس ويتذكر كلام دار بينه وبين معلمة في اللحظة هذه ليفاي غير قراره من انه ينقذ ارون قائد فرقة الاستطلاع وصديقة وقائدها اللي فترة طويلة من الزمن يثق فيه الى انه ينقذ ارمن صديق ايرن الاشقر العستراتيجي العبقري لسببين فقط من وجهة نظري الاول انه خلاص شاف انه صاحبة الهوس حقه والجنون هذا خلاه يستجم فيه الكفاية واتخذ قرارات مجنونة وبعد ما صار مجنون وضحب حياته صار زي الشيطان وخلاص ارتاح بيموت بيرتاح احنا الرجع للحياة مرضانية حرام خلوه يرتاح وانا اقوله فعلا حرام خلوه يرتاح الولد جاه هوس قام يتخيل الناس اللي ماتوا كلهم سببت قراراته يأكلونه ويطردونه يعني خلوه يرتاح سول اللي عليه وزيادة واتوقع برضو يعني بشكل بسيط انه ليفاي قاعد يقول لو طلع توقع اروين خطى لان البيسمين طلع مو صحيح راح يصاب بصدمة فخلوه يموت كده ويظن ان ذا الشي ممكن صحيح ارحم انه يروح للبيسمين تكتشف انه شي ثاني وتجي صدمة اعظم ودمار يعني نضحب الناس دي لكلهم على شي ما يسوه طبعا من وجه نظر الشخصية كنت اتمنى اتمنى لو اروين صح استعد وعيه ولو الجزء من الثانية وشاف ليفاي بيقزه وقال لا تضربني الابرة زي ما توقعت بالحالة القلي طافت انقذ ارمين لانه احق وخلا يكون هو وريثي خلا يكون قاعد فرقة الاستطلاع لانه خلا نفكر فيه منطقية حتى بعد ما نجح ارمين مستحيل انه يكون هو قاعد فرقة الاستطلاع مكان اروين وفيه ناس اقدم منه اكثر منه خبرة واعلى منه رتبة عسكرية مثل ليفاي ومثل هنجي يعني المفروض انه يكون وريث اروين في قيادة فرقة الاستطلاعهم يا اما ليفاي او هنجي واتوقع ورجح هنجي اكثر لان ليفاي مقاتل اكثر من كونه قائد عسكري هنجي عندها شوية حكمة عندها استراتيجيات ممكن تساعدهم مستقبلا بعدين اكيد ارمين بيرصعد في الرتبة العسكرية وبينصبونا قائد اتوقع ليش لا يستاهل صراحة عمقاري جدا طبعا في اخر لحظة جات زي ذكر بين يعني زي ما تقول كأن ليفاي قاعد يتخيل هل ارمين اللي قاعد يشكره ولا اروين اللي قاعد يشكره واللي صالح فعلا ان ارمين اللي راح يشكره رجعه ارمين للحياة وهذا صراحة قرار قوي جدا من الكاتب نفسه انك تضحب شخصية قوية اصطرية مثل اروين قائد فرقة الاستطلاع وترجع ارمين شي مجنون صراحة هذه حركة ما يسويها لكاتب شجاع جدا ادري ان في كثير من عشاق شخصية اروين حينزعلانين ومتضايقين ولكن ككاتب منقا لازم تضحب شخصيات عشان قصتك فعلا تزداد حماسه قوة بعد ما تحول ارمين الى عملاق على طول اصطلع قدامه ما شف قدامه اللي برطته شاله بلعب رطته يصرخ بكل قوة انقذوني انقذوني ولا حد معبره تستهل كل ما جاك يا حقير هاللي سويته في العالم ولكن المهم في الموضوع ان على طول ارمين رجع الجسم البشري ايرن وميكاس السعيدين جدا المجتمعين مصدقينة قدامهم رجع والاهم من هذا كل حاليا انه لما يرجعون فرقة الاستطلاع الى الجيش والى المقر خلف الجدران راح يكونوا نحققهم ثلاث اشياء مهمة قوية جدا الاول انهم استرجعوا جدار مارية اكبر واهم جدار مساحة في الثلاث جدران يعني استرجعوا مناطق كبيرة للزراعة والسكن والكل شي بس كل المطلب عليهم انهم يقتلون بعض العمالق الموجودة داخل الجدران هذا وخلاص يصنوا استرجعوها فعلا سدوا الفتحة ما في عمالقة قاعدة تدخل عليهم اني مور هذا اول واهم انجاز حق قو ثاني واهم انجاز راح يحققون انهم حاليا بيقدون يدخلون البيسمنت قابوا حق بيت ايرن بمفتاح اللي عطاء ابو ايرن عطاء ايرن وراح يكتشفون حقائق مجنونة ما كان يدرون عنها هذه بتصير نقطة تحول كبيرة جدا في الحدث لان العملاق المتوحش هج فما عد في احد حاليا ارمي عن قائد الحياة كل مطلوب منهم يدورون بيت ايرن واكيد ايرن يدل لنا بيتهم بالنهاية عاش في الحي ذاك سنين بيروحون للقاب ويفتحونه بيكتشفون معلومات مجنونة هذا نمبر اثنين نمبر اثنين يصجنوا في قدو ايروين قائد فرقة الاستطلاع ولكن رجعوا بقوة عملاق واحد مجنون جدا استراتيجي مثل ارمي ما اتوقع ان ارمي يكون قائد الجيش اتمنى ان يكون قائد الجيش فان جنرال فرقة الاستطلاع رغم كل الضحايا اللي ماتت في الحدث هذا واهمهم قائد فرقة الاستطلاع ايروين الاسطوري يعتبرون حقيقه انتصار كبير جدا 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 للبشرية في هذا الفصل واهم شيء بالنسبة لي انهم اسقطوا العملاق الكبير جدا اللي اقتحم عليهم الجدران الخمسين متر اول مرة برتدته ومو بس اسقطوا خذوا القوتة عندهم فزاعتا عندهم اثنين عمالقة ايرن وارمن وارمن مخطط عسكرين باستراتيجي مجنون وبيستقل القوة دي بافضل استغلال وراح يقلل عدد الخسار والناس اللي بيمتوب في الحدث الجاي في الحدث الجاي بشكل كبير جدا طبعا لي فاي قاعد يتكلم عن ايروين وانه الاخلاصة بي يرتاح وذا قالت لهنجي لقد فارق الحياة فاي واحد كان حط امل ولا بسيط كذا امل ان ايروين لازل على قيد الحياة اثبت لك الكاتب تراه فارق الحياة باستكشاف طبيبة مثل هنجي او يعني نقدر قول باحثة في الاجساد ما الاجساد فتعرف ان الشخص ذا فعلا مات ولا لا كل صراحة من وجهة نظري الفصل هذا كان جدا جدا قوي مشاعري كانت مختلطة طول الوقت هل بي انقذ ذا هل بي انقذ ذا من البداية انا قلت في الوصل اللي طاف مسهل ان بي انقذ اثنين لان هذا الخيار اللي يكون جميل جدا ان انقذ اثنين ولكن ما في كاتب بيسوي ذا الشي انه مخرج 16 مو حلو ابدا مو حلو انك تنقذ الشخصيتين بعد ما اضطرت انك تحطهم في قرار صعب زي كذا وهم اساس في عالم قاسي جدا لازم يضحون لازم يتم منهم ناس حساس انهم يمضون وينجحون ويحققون نجاحات اكبر اكبر انتظر الفصل القادم خاصل 85 من منقه جمع العمالقة واستكشاف القبو لأبو ايرن اخيرا اتمنى انه ما يطول ويكشف لنا فعلا اللي موجود في القبو الفصل القادم يقول يمطط يمطط وعلى نهاية الفصل يقول يفتح الباب بعد ان انتهي الفصل باروحة ذبحة كذا سيصل وصلنا الانت طبعا منقه هجوم العمالقة الفصل 84 لا تنسوا لاتقب العافية الاشتراك في القناة اللي مشترك حتى الان الضغط على زر العجاب اذا اعجبك الفيديو مناشر الفيديو لاصحابك استمروا في دعمنا في هاشتاك اي اي شوناك كما واللي حاب يدعمناك في الحساب البايبال هذا هو ظهر امامكم وفي الختام يقول سبحانك الله و بحمدك اشهد والله انت استغفر كواتوب بلايك اشوفكم على خير